فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله هذا خطاب لجميع الأمة من العرب والعجم الذين آمنوا بهذا الدين واتبعوه سواء كانوا من العرب أو العجم منهيون عن هذه الصفات عن التقاطع والتدابر وعن الحسد فيما بينهم وعن الاستكبار بعضهم على بعض لأنهم إخوة في الدين إخوة في الدين من أي جنس أو لون ولذلك إذا نظرت إلى اجتماع الحجاج في المشاعر ونظرت إلى اختلاف أجناسهم وإلى اختلاف ألوانهم وإلى اختلاف لغاتهم أدركت عظمة هذا الدين وأنه دين شامل للبشرية لا يفرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى وإلا بالإيمان فليست المسألة مسألة عصبية وأن نتمدح بالعربية لمجرد أنها عربية ونذم العجمية لمجرد أنها عجمية فإن هذا يعتبر من القومية المنقوطة التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلة كرها العلماء وقالوا هذه قومية عربية وهي من جنس أفحال الجاهلية الذين يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلهم دون نظر إلى الدين والإيمان فلا فضل إلا بالإيمان والدين والتقوى